استقبل فخامة ميلوز زيمن رئيس جمهورية التشيك في العاصمة براغ اليوم معالي صقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد البرلماني المرافق له خلال زيارته الرسمية حاليا إلى التشيك تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلمانية دولتين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك